السلام عليكم رأيتكم في أحيان الأحوال لقد فقط دون بقله قناة ب быстр vị tratكما العمل day مع تدرك الجنسية الفرنسية انتم ست Geni وهعل العمل طريق الجو سيarken القرحون والحويز والدوسي جهاز فه mitä عمل طريق لفرز قد تؤامل عن مأ матери اضمن القانون الفرنسه هالك فعلا تمفخون دون حق Saar واللي هي الشرط الأول خاصة الزوج أو الزوجة يكون حامل للجنسية الفرنسية يعني الإنسان اللي غد يتزوجه بيكون حامل للجنسية الفرنسية سواء يكون فرنسي الأصل سواء يكون إنسان مقيم بالديار الفرنسية وحامل للجنسية الفرنسية الشرط الثاني اللي خاصة يكون هو تكون هذه العلاقة الزوجية المدة ديالها على الأقل يعني كينا هذه العلاقة الزوجية على الأقل المدة ديال الأربع سنوات مع عدم ان القطاع العلاقة ولو الفطرة صغيرة خلال هذه المدة دي الربع سنين على سبيل المثال شي واحد مزوج المدة دي الخمس سنين ولكن كانوا دي جمع خاص من كل واحد في قانس ولا هذا المدة دي السانة على سبيل المثال وهذا عاود تانية عاود رجعوه هنا ما كتعتاش الجنسية الفرنسية خاصني نكون مع هذا الشخص المدة دي الاربع سنوات دون القطاع في نفس البلاصة يعني العلاقة الزوجية قائمة في ظروف جيدة يعني إذا كان خصام كانوا الناس مفاهمين شو هذا هنا ما كتعتاش الجنسية الفرنسية الشرط ثالث خاصني نكون هنا في فرنسا المدة دي الالثلاث سنوات الاخيرة بفرنسا على سبيل المثال تزوجنا المدة دي ال خمس سنوات على سبيل المثال عشنا في البلاد واحد مدة دي السانة سين ولمزوجي المدة اربع سنوات وعشنا في البلاد واحد سنة خاصني نكون على الاقل هنا في الفرنسا المدة تلسين يعني ماشي مشكلة اللي عشت واحد سنة في بلادي خسني نكون هنا من رجع الفرنسا نعيش دون القيطاع المدة اه ثلاث سنوات ما خسناش تكون عندنا اي متابعة قضائية سوابق عدلية ما خس تكون نهائيا سوابق عدلية في الضوصي دياننا يعني شي واحد عدو شي مشكلة ولا شي حاجة ما خش تكون سوابق عدلية نهائيا وما خش يكون كين شي قرار بالطرد دياننا من الاراضي الفرنسيا ولا قرار بالمنع من الدخول ديان الفرنسية يعني ما خسش يكون نهائيا لا سوابق عدلية لا قرار بالطرد او المنع من الدخول ديان الفرنسية بالطبع الحال بحكم انني عايش بالدية الفرنسية خسني نكون كنتقل اللغة الفرنسية يعني خسني نكون كنهضر بيها نعرف نوصل المعلومة للطرف الاخر المكنتش يعني ضاليع في اللغة الفرنسية خسني على الاقل أنكونformations وكذلك نكون نفهم الطرف الآخر عشانو كيقول يعني نقدرتش كون واحد الكومينيكاسيو متبادلة مع الأطراف اللي عايشين هنا وكل اللي يعني نفهمهم ويفهمون يخص يكون عدي واحد الإلمام باللغة الفرنسية يعني مش هذك الإنسان اللي يجيء وما يكون عنده واله نهائيا وخصني يكون عندي واحد المعرفة بالتقافة الفرنسية والتاريخ الفرنسي والمحيط الفرنسي عشانو كين يعني نكون الإنسان منفاتح على المحيط اللي يضير به ماشي شي واحد اللي سد عليه وما عارفت شي حاجة من ذاك شي اللي داير به كذلك بالنسبة للأولاد فاش كيكونوا الأولاد حتى هما كيساعدوا بوحد الشكل الجيد باش أنك تاخد الجنسية الفرنسية بحكم أنكم زوجين وديري الأولاد وهذا هذا كتبت على أنكم مستمرين في الحياة الزوجية وعندكم الرغبة أنها تستمر من بعد ما كتوفر جميع هاد الشروط هذا كنجمعوا الضوصي دياننا يعني الوثائق اللي كيعطيونا أننا نجمعوهم الضوصي ديال الأخذ الجنسية عن طريق الزوج كيكون تساهل بغبوغ الدوصي ديال أخذ الجنسية عن طريق العمل على سبيل المساء كيكون ساهل الورق اللي كيكونوا فيه ورق يعني عادية الورق ديال الضوء ديال ما ذاك شي اللي كيكون بناسكم المهم ماشي دوصي اللي سعيب كنجمعوا الضوصي ولكن إلا ما احترمنا كيفاش خصنا نجمعوا الضوصي هناك يقد يتترفض لنا هذا علش خصنا نحاولو نجنبو مجموعة من الأشياء اللي ممكن أنها تسبب في أن الضوصي يترفض من ضمن هاد الأشياء على سبيل المثال الضوصي في حد راسه خصنا نحتارمو الأشياء اللي قالوا لنا نجمعو يعني الإنسان ما يبقاش يحط الوراق غير منه راسه نجمعو الوراق اللي هما محتاجينهم ديروا تخاديكسيون للحويج اللي خاصها تخاديكسيون نحاولو نعطوه الضوصي بشكل منظم وبطريقة اللي بغاوها هما باش هكما نتسبوش أنه هما يردوا لنا الضوصي ديالنا تحت أي سبب كذلك اللي كذبويتمشي تقلس في البلادها الواحد المدة طويلة على سبيل المثال كتجي هنا واحد المدة ديال 6 شهر أو تمشي تقلس بلادها 6 شهر ولا أكتر هنا علادرتيها كخلال أربع سنوات الأولى قبل ما تحصل على الجنسية الفرنسية فهذاكي سبب أنكي ما تتأخذيش لزينسية خسكي تكوني ما تقلسيش بزا في البلاد الواحد يلا سافر كان جوغ أموة وماكسيموم إلا كان كيمشي لبلاد حل هكا ويرجع باش هكا كاسبييني على أنكي ركي يعني استقرر ريسي في المجتمع الفرنسي عايش فيه وهذا الشي هو اللي خلاك الدفع الجنسية الفرنسية يعني مشي بقى مرتابطة ببلادك وجاي هنا غير من أجل الزواج ولا من أجل أنكي تخدمي تتخذي وحد المبلغ وترجعي لبلادك هاد الهدرة كنقولها لحقا شهو ما كيشوفو واش كتخرجي بزا في البلادك وإلا مشيتي لبلادك شحل كتتقلسي يعني هما كيديروا واحد لونكيت باش يعرفوا عليك امتى كتخرجي للبلاد وشحل كتتقلسي سمايا نحاولو المدة دي الاربع سنوات كذلك هدا شرط آخر باش أنا الدوسي ما يترفضش لنا بالنسبة الناس اللي كتكون عندها منازعات مع بعضياتها يعني كتضربوا بزاف كتخاصموا بزاف آآ وبطابعة الحال الناس اللي كيكونوا ضايرين بينه الجيران وهذا ركيكونوا عارفين لحقا شطوت كي تسمعوا بزاف الحويش آآ ذيك الاربع سنوات قبل ما ناخد الجنسية يحاول انسان الاحترام حال هكا ويحاول ما يديرش مناوشات مع الطرف الثاني ما يكونش خصام ما يسكونش بزاف الحويش لحقاش كيديرو لونكيت كيجيوا عند الجيران وكيسوا لهم وش هاد الناس عايشين مزيان وش كيخرجوا ويدخلوا مع بعضياتهم وش كيتخاصموا وش كتسمعوهم إلا كانوا الناس كتضربوا وعندهم مشاكيل والناس كتتفرش فيهم هنا عمرهم يحلموا آآ يعني الطرف الثاني عمره يحلم انه ياخد الجنسية الفرنسية اخر حاجة غدا نهدر عليها هي انني باش نحصل على الجنسية الفرنسية خاصنين هار ندير العقد ديالي طرف الثاني خاصو تكون عندو الجنسية الفرنسية آآ يعني من اللي يجي من اللي يجي يخطبني وكون عنديرو العقد وهذا تكون عندو ديجة الجنسية الفرنسية يكون فرنسي سوى الاسل سوى الجنسية باش انني نتمكن من انني ناخد الجنسية الفرنسية مورة 4 سنين بالنسبة الناس اللي كتدير لاكت ديالها وما كتكونش عن الطرف الثاني الجنسية الفرنسية ومورة ما كيديروا لاكتو كيستقروا في فرنسا واحد المدة ولا وغير اسبوع كيحصل الطرف الثاني على الجنسية الفرنسية هنا هادك الطرف اللي تزوج به عمرو غاد يحصل على الجنسية الفرنسية ولو تدوز ماشي 4 سنين ولو تدوز حتى 10 سنين يعني الجنسية الفرنسية عن طريق الزواج عمرو يحلم بها لحقا شوّ هوا يوم الزواج كان من نهاية ضد لا كيف يأخذها سوى العمال سوى المهم. انه يأخذها عن طريق الزواج ذيك عمر غادي يأخذها لحقا شوى اصلا ما كانش تزوج بفرنسي باش يعتهوا الجنسية الفرنسية. يقدر الى كان الخطام يأخذها عن طريق الخدمة. وخاء الجنسية الفرنسية عن طريق العمل كتكون شوية بالنسبة للوسائق اللي كيتجمعوه هادا كيكونوا شوية آآ بغابورد دوسي ديال الزواج كيف ما قلت لكم في اللول ولكن الانسان ما عنده ديك الساعة ما يدير الى ان تغسي انه زكون عنده هنا اه اه الى كان ان تغسي انه يكون فرنسي هنا ما عليه غير يختمشي خدمة مزيانة ويدفع الدوسي دياله اه عن طريق العمل دياله. المهم كان هاد الموضوع حول الاخذ الجنسية الفرنسية عن طريق الزواج واشناء الاشياء اللي ممكن انها تخليك اه تخلي الدوسي ديالك يترفض ولا ما تتعتكش الجنسية الفرنسية نهائيا. كانت من الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم. هنخليكم في انصدار نطلقى بكم فيديو جاي ان شاء الله هنخليكم. خليت لكم الهنا ورحت البال. احبكم في الله وبسلام عليكم.